السلام عليكم ياهلا وسلام فيكم ان شاء الله تكونوا بألف خير رجعت لكم اليوم في فيديو جديد بالقناة وفيديو اليوم رح يكون فيديو مختلف عن كل الفيديوهات بالقناة فيديو اليوم رح يكون فيديو كيف سعد الاختبارات النائية بأن عندنا في اختبارات نائية صار ما باقي عليها إلا وقت قليل جدا هو أسبوع أقل شي فأدري أني نزلت الفيديو هذا متأخر معلش لأنه في عندي مذاكرة وفي عندي تعب فبحاول بقدر إمكاني أني أصور لكم مقطع حتى نزلكم شكرا مقدمة على 500 مشترك الله يعطيكم العافية نبدأ بصور بالموضوع طبعا في البداية أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء لازم يكون عندك تاركت انت ليش تدرس وتتعب على نفسك حاليا انت ليش تدرس لازم أول شي تفكر في هذا الموضوع كل يوم تفكر في هذا الموضوع قبل لا تبدأ مذاكرة لا تستصر لحبيب محمد رفض صلى الله عليه وسلم ويفكر في الموضوع هذا ليش التاركت هذا ليش أنا أدرس ليش ليش سبب دراستي انا ليش أدرس وأتعب كل هذا الوقت ليش بعد ما تفكر بهذا الموضوع طبعا انك رح تعرف انت ليش تدرس تدرس انك تبع تتوصل لشي ان قد وصل له أحد آخر أو انت تبع تتوصل لشيaks انت تحبه مثل الدكتور مهندس أي شيء وراح يفيدك مستقبلة طبعا انك ليش تدرس عشان كدا طيب هذا أول شيء ثاني شيء طبعا التوفيق من عند رب العالمين التوفيق من عند رب العالمين أيش المطلوب منا حنا المطلوب مننا هو الجد والاجتهاد والتوفيق الباقي من عند من من عند رب العالمين ما رح يجي لك نتائجك أو ما رح تيجي مية إلا بتعبك طيب إذا انت تعبت مرة مرة تعبت وخلاص تعبت وجت نتيجة سيئة بتزعل لا تزعل قول الحمد لله لإن الله كاتب لك هذه النتيجة الله يبيلك تجيب هذه النتيجة التوفيق من عند رب العالمين مو من عندك فهذه أول شي لازم نكون فهمينها قبل لا نبدأ كل شي بيومنا شي الثاني كيف أكون ذاكرتك كويسة أو أني أكون مذاكر كويس طبعا مش شي الثاني هذي لها علاقة كبيرة جدا أول شي حاول من بداية السنة أنك تكون مركز مع المعلم تركيز تام ليش؟ لأنك لما تركز مع المعلم في شرحة رح يكون التركيز على المعلم في شرحة لما تجي مراجعتها رح يكون سهل عليك جدا ما بالك فيه اختبارات فترة رح يتراجع كثير وفيه اختبارات نائرة رح تراجع كل المناج رح يكون سهل عليك جدا بدل ما أنك تلقم مواد كثيرة وأنت أصلا حالتك حال فمراجعتك مع المعلم شي أساسي لك الشي الثالث لا تخلي يومك لا تخلي يومك يعدي إلا وأنت بذاكر أقل شي على الأقل على الأقل أقل شي عندك ساعة يا شيخي في يومك ساعة في 24 ساعة عندك ما رح تفلك شي ذاكر في يومك على الأقل ساعة ولو افتح كل مادة اجلس عليها نص ساعة افتح مادة أجلس عليها ربع ساعة يا أخي ذاكر أقل شي أقل شي هذه ساعة والله رح تستفيد لا تخلي يومك يعدي فاضي كذا وأنت منك بسوي شي رابع شي وهي في فترة الاختبارات النائية اللي هي طريقة المذاكرة كم ساعة في يومي أذاكر كم استراحة أخذها وكيف أركز في مذاكرتي طيب هذه كلها السلسلة رح ألمها لكم في جزئية أول شيء أول شيء أول شيء حدد لك تو دو لست كيف تحدد لك تو دو لست جيب أي ورقة صغيرة طيب كيف أسوي تدو لست في هذه الورقة رح تجيب الورقة عادية أي ورقة طبعا يكون فيها لزق من هيرات رح تجيب الورقة وتكتب عليها مثلا مذاكرتك أنا عندي في الاختبارات إنها إي عندي مثل اختبار حاسب رح أجيب الورقة ورح أكتب فيها حاسب أول شيء بسم الله بعد ذلك تكتب مادة هنا الوقت الراحة رح تكتب مثلا المادة الحاسب الوقت اللي رح تذاكرها في الحاسب ونقول 30 دقيقة الراحة رح تكون 10 دقائق طيب طيب خلصت من مادة الحاسب مرة ثانية إذا تبتذاكر مادة الحاسب تكتبها مرة ثانية الحاسب 30 دقيقة 10 دقائق هذه الراحة وهكذا إذا تبتذاكر حاسب كتبها أي مادة ثانية تكتب مثلا لغتي أو اللغة العربية رح تذاكر 30 دقيقة وهكذا وتجيبها طلع عمرك طبعا هي لاصق وتعلقها بالجدار كذا أنت إذا خلصت من كل وحدة رح تسوي عليها شطب وكذا تكون أنت في يومك أنجست أشياء ورح تحس بمتعة وتحس إن أنت في يومك أنجست وخلصت يومك على الأقل بالاستفادة وليس هباء النصيحة اللي بعدها زي ما يتوا شايفين حدد لك وقت وقت بذاكرتك يعني عندك هذه الشاشة موجودة قدامك إذا بتذاكر 30 دقيقة اللي قلت لك عليها هذا فيديو ممكن تكتب في اليوتيوب العد التنازل ويحضر لك هذا المقطع زي ما شايفين رح تكتب العد التنازل ويضر لك هذا المقطع ويدخل العد التنازل لـ 30 دقيقة ويبدأ من الصفر زي ما قيل لك من الصفر كذا على طول وهو رح يحسب لك العد التنازل وإنت استمر في المذاكرة وليل ما ينتهي العد التنازل رح يعطي لك نغمة كمنبه صوت منبه إنك خلصت 30 دقيقة في هذه الفترة خذ راح أحسبها بجوالك 10 دقائق أو اكتب على التنازل 10 دقائق بعدين ارجع ثاني ذاكر وهذا من الأشياء المهمة جدة أني رح تساعدك في إنك تنجز بيومك مع التودولست اللي حددته حقك النصيحة الأخيرة اللي في فيديو اليوم المراجعة يا جماعة المراجعة مهمة جدا والله المراجعة مهمة إيش المراجعة بسته يعني أنا إذا ذكرت اليوم ولنفرض 10 صفحات وجاء بكرة إن شاء الله بإذن الله إذا الله أحيانا رح أذاكر أشياء جديدة قبل ذاك من الأشياء جديدة راجع العشر صفحات اللي ذكرتهم في اليوم اللي قبلة وبعدين ذاك الأشياء الجديدة صدقني مراجعة العشر صفحات اللي ذكرت في اليوم قبلة رح تيجي صفحة منهم طرع إنت نسيتها طبيعي هذا الشي رح تراجعها ثاني وراح تذاكرها ثاني واحتثبت في منخل اليوم اللي بعد بعده اللي هو بعد يومين رح تيجي تذاكر شي جديد WR Att일 lining الاشياء لذكرتهم قبلها طبعا انك راح تنسى مرة ثانية ولكن الأشياء اللي راجعتها في اليوم اللي قبلها طبعا راح تكون في مخك راجعهم مرة ثانية وذاكر جديد وهكذا 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 إلي الليلة الاختبار اللي هي بعد خمسة أيام بعد ست أيام بعد سبوع راجع كل شيء وتلاقي المعلومة كذا في مخك والله يوفق وبس والله هذه نصايح لكم اللي أنا أطبقها وأجيب الدرجات العالية بإذن الله وطبعا نعيد الكلمة إن التوفيق مع رب العالمين الله كتب لك هذا بيصير هذا بيصير هذا بيصير الله قتب لك تبيتجيب الدرجة هذه بيجيبها بيجيبها غصب وبيجيبها غصب فإيش اللي علينا حين علينا إنه الجد والإجتهاد وإن شاء الله توفيق من عند رب العالمين جد وإشتهد والتوفيق من عند إيش رب العالمين حاول تطبق النصيح اللي قلتها لك وإذا نصيحة ما عجبتك تتبلي تحت بالكومنتات أو أي اعتراض في نصيحة تتبلي تحت بالكومنتات وإن شاء الله نحاول نستفسر النصيحة ونعرف إيش السبب أعطيك بألف عافية المشاهدة دمتح في أمان الله شكرا على دعمكم وتواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته